تقرير اللجنة الوطنية لتقص الحقائق حول الرشوة والفساد كلمة رئيس اللجنة الوطنية لتقص الحقائق حول الرشوة والفساد عبدالفتاح مرة أصبح من الواضح اليوم أن تونس كانت في عهد رئيس الجمهورية السابق ضحية لمنظومة رشوة وفساد تجاوزت مجرد الظواهر والأفعال المنعزلة عن بعضها البعض والمقصود بالمنظومة مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة فيما بينها بحيث يكون لتحرك كل عنصر منها تابعات على بقية العناصر ولقد تكونت هذه المنظومة بصورة تدريجية وتدعمت شيئا فشيئا فأحكمت قبضتها على الدولة والمجتمع وتجسمت عناصر وخاصة داخل عدد من المؤسسات السياسية والإدارية والقضائية للدولة وكذلك في عدد من الجماعات العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية كما شملت تنظيمات سياسية وعلى رأسها التجمع الدستورية الديمقراطية وأخرى اجتماعية وعدد من وسائل الأعلام والاتصال فأدت إلى إرساء سلوكيات ومواقف في المجتمع أثرت على العقلية الجماعية ونتيجة لذلك تم استبطان توجه منفك يتعمق بين أفراد المجتمع يرتكز على اعتبار الوصول إلى المصالح الشخصية والبحث عن الامتيازات والإثراء السهل وغير المشروع يتحقق بكل الوسائل وذلك بتسخير القانون وتوظيفه وبالإفلات منه عند الحاجة وانتهاكه بكل الصور في كل الحالات فكل شيء يمكن أن يؤخذ أو يفتك بحق أو دون حق وبالقانون أو خارجه فلا غروة إذن أن تقوم تصرفات على الاستقواء واستعراض العضلات وعلى الترهيب والتهديد وكذلك على التملق والتلاعب والخزعبلات والتدخلات والرشوة وكل أنواع الفساد وقد شمل الأمر مختلف القطاعات والإجراءات عقارية وديوانية وتجارية وإدارية وغيرها كما شملت إجراءات التخصيص والصفقات العمومية واللزمات وانتشر كل ذلك في مختلف المستويات من أدناها إلى أعلاها حتى أن رأس الدولة تحول إلى رمز الرشوة والفساد وملاذ المنحرفين والفاسدين وقد ساعدت عديد العناصر على قيام هذا الوضع منها خاصة الممارسة الأحدية لسلطة لا تحدها سلطة أخرى ولا تقيدها ضوابط وأخلاقيات وهو ما أدى إلى التبعية والخوف والعمل على أحلال منطق الرعية محل منطق المواطنة التصور الكلياني للسلطة وهو تصور يجعل من الماسك بها أي في آخر الأمر رئيس الدولة يتدخل في كل المجالات العامة منها والخاصة وذلك إلى حد التدخل في الحياة العائلية للبعض والتصرف أحيانا في حرمتهم الجسدية فضلا عن قيمه بدور المتصرف المطلقة في جميع الشؤون على اختلافها الانفراد بالحكم كغنيمة يتقسمها الرئيس وزوجته وأفراد عائلتيهما والمقربين منهما ومن تألفت قلوبهم بعنوان السرقة والنهب ويتجسم هذا التصور لدى عدد من الإداريين وحامل لواء السلطة من عمد وأعوان أمن وإداريين ومسؤولين وغيرهم ممن لهم تأثير ونفوذ ولا إن كان الأمر كذلك فلأن الرقابة الناجعة كانت مفقودة أو سورية وسخرت لغاية ليست بغايتها ولأن كل محاولة للحد من السلطة والنفوذة كانت تجابه بالقمع والردع فانتشر الظلم وعم القهر ذلك ما ورثته تونس من النظام السابق وطبيعي إذن أن يتعلق جانب هام من عملية الانتقال الديمقراطي بتفكيك منظومة الرشوة والفساد وقد انطلقت عملية تفكيك هذه المنظومة منذ السابع عشر من شهر جونفي إحدى عشرة وألفين حيث أعلن الوزير الأول بصفة رسمية إلى جانب تركيبة الحكومة المؤقتة الأولى أعلن عن تكوين ثلاث لجان من بينها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وصدر بتاريخ الثامن عشر من شهر فيبري إحدى عشرة وألفين المرسوم عدد سبع المتعلق بهذه اللجنة التي أنشئت بصفتها هيئة عمومية مستقلة تتكون من هيئتين هيئة فنية وهيئة عامة وقد تلقت اللجنة أكثر من عشرة ألاف ملف إلى غاية سياغة هذا التقرير درست منها ما يفوق عن خمسة ألاف وحالت على القضاء أكثر من ثلاثمائة ملف تعلق كل ملف منها بالعديد من الأطراف مع الإشارة إلى أن عددا هاما من العرائض لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة كما تضمن عدد آخر ادعاءات مجرد لم يتم إثباتها فضلا عن الملفات المتضمنة لوشايات وتصفية حسابات شخصية ومن المهم القول أن عددا كبيرا من المسائل التي تضمنتها عديد الملفات تم فضها بمساعدة الإدارات المعلية كما أن عددا من الممتلكات والأموال وقع استرجاعها وحري بالإشارة في هذا المجال إلى أن ما أنجزته اللجنة في ظرف وجيز وقد يكون ما تبقى أكثر ذلك أنه لم يقع الاطلاع على كل ما يوجد من وثائق وأرشيف كما أن اللجنة لم تقم بزيارات لكل مناطق الجمهورية وأنها لم تتمكن إلا استثناء بالنظر فيما يكون قد حصل من ممارسات فسادة على المستوى الجهوي والمحلي وكان لابد من تحديد الأولويات اعتبارا لخطورة عديد الملفات بأبعادها المختلفة وكل ذلك مع السعي إلى الاستجابة لطلبات عامة الناس ويبقى تفكيك منظومة الرشوة والفساد محدودا البعد ما لم يرتبط بإقامة منظومة لمكافحتهما وذلك ببعث هيئة قارة ومستقلة تتعهد بالإضافة إلى مهمة التقصية بمهمة البقية من الرشوة والفساد وذلك تبقى للمعاهدة الأممية لسنة 2003 التي صدقت عليها تونس سنة 2008 والتي لم يتم تفعيلها وتبعا لذلك قامت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تبقى للفصل الثاني من المرسوم عدد سبعة لسنة 11 والفين الذي أنشأها قامت باقتراح مشروع مرسوم إطاري يتعلق بمكافحة الفساد صدق عليه مجلس الوزراء في جلسة بتاريخ 14 أكتوبر 11 والفين وذلك بعد عديد المشاورات وقد تضمن هذا النص بابا أولا يتعلق بأحكام عامة تندرج ضمن وضع استراتيجية متكاملة للتصدي لأشكال الرشوة والفساد والوقاية منها وبابا ثانيا يحدث هيئة قارة ومستقلة تشمل جهازا لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد متألفا من خبراء في اختصاصات مختلفة ومجلسا يضم ممثلين عن المجتمع المدني وعن هيئة الرقابة والتفقد والتدقيق وعن القضاء ووسائل الاتصال وقد عهد إلى هذا المجلس بمهام متنوعة منها خاصة تلك التي تندرج في مجال الوقاية من الفساد ويقتضي تفعيل النص الجديد بصورة كاملة اتخاذ عدد من النصوص التكملية والنصوص التطبيقية وبإنشاء الهيئة القارة وتعيين أعضائها تنتهي أعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك بحالة ما تبقى لديها من ملفات على الهيئة الجديدة للتعهد بها بحيث لن يكون هناك أي انقطاع بين أعمال اللجنة وأعمال الهيئة احتبارا لضرورة تأمين الملفات ومراعاة لمصالح البواطنين عموما وإصحاب العرائض والملفات بالخصوص وقد قامت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بعمل هام وجدي وشاقة يترجم تقريرها هذا جانب منها وذلك خاصة من خلال العينات التي يستعرضها وهي عينات تبرز تشعب الملفات وما تقتضيه من بحث وتثبت وتحليل في طار الموضوعية دون مشامل لأي كان أو تحامل عليها ودون تأثر بمحاولات الإرباك والتخويف والتهديد بمختلف أنواعها وغايتها وقد تمسكت اللجنة طيلة مدة عملها بسعي إلى خدمة المجموعة الوطنية دون سواها وإلى المساهمة من خلال ما قامت به في إرساء مؤسسات تنبني على الشفافية والمساءلة في نطاق احترام مال كل مواطن ومسؤول من حقوق وما عليه من واجبات والمؤمل أن لا تكون مكافحة الفساد مسألة عرضية وأن تشكل إحدى ثوابت الدولة مستقبلا تدرج في الدستور الجديد بناء على مبادئ الشفافية والمساءلة خاصة علما وأن مقاومة الفساد وإن كانت ضرورية فهي تبقى محدودة البعد ما لم تتزامن مع الوقاية منه ومع تغيير ما ترسخ بالعقول وما شاب الأخلاق من استخفاف وزيغ هذه الكلمة أملتها تجربة منعشة أحيانا ومرير أحيانا أخرى ساهم فيها عدد من أبناء تونس وبناتها في طار اللجنة الوطنية لتقص الحقاقة حول الرشوة والفساد بوصفهم خبراء في الهيئة الفنية أو بوصفهم أعضاء في الهيئة العامة أو بوصفهم إطارات متخصصة في الرقابة العامة والتفقد بالتعاون مع عديد الوزرات والإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وقد ضح الجميع بالكثير وخاصة منهم الخبراء الذين سخروا كل ما لديهم للقيام بمهامهم على حساب أعمالهم الأصلية ومصالحهم الذاتية بغيتهم في ذلك خدمة وطنهم وراحة ضمائرهم دون سواها ذلك مقتضه الواجب وسينصفهم التاريخ لا محالة لأن الزبدة يذهب جفاءا وما ينفع الناس فيمكث في الأرض شكرا